سقوط صنعاء حدث هو الأسوأ في بلد كاد يشارف على الانتهاء من عملية انتقال سياسية ناجحة نسبية لطالما شكلت نموذجا للتغيير في منطقة مضطربة كان هذا الحادث شاهدا على الارتخاء غير المبرر لقبضة الدولة في وقت كانت تمتلك فيه كل عوامل القوة لحماية إنجاز التغيير وكان هذا الحادث بالقدر نفسه شاهدا على تورط غير متوقع من منظمة ترمز إلى السلام مثل الأمم المتحدة والقوى الدولية المتحكمة بقرار هذه المنظمة في التغطية على إسقاط عاصمة عربية في براثن الفوضى والضياع السلام في اليمن كان بأيدي اليمنيين أو هكذا بدت الأمور في لحظة تسلم الرئيس لمسودة الدستور من لجنة كتابته تلك المسودة التي شكلت خلاصة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واعتبرت إخدى المرجعيات الثلاث للعملية السلبية في اليمن قبل أن تتحرك القوى الإنقلابية لمنع استكمال إجراءات اعتماد هذه المسودة وتصبح دستورا نافذة قبل إنجاز المسودة كان العالم قد ساهم في التفريط بالإنجاز السلمي لليمنيين بعدم إدانة وفضح التحركات العسكرية لحلف الإنقلاب المؤلف من قوات المخلوع الصالح وميليشيا الحوثي صوب صنعاء لا بل أنه تبرع عبر البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بتوصيف ما يجري بأنه مواجهات بين أطراف مسلحة متصارعة في وقت كانت الميليشيا الإنقلابية تواجه معسكرات تابعة للدولة ولم تكن الميليشيا تفتقد إلى الإمكانيات بل كانت تحصل عليها كما تحصل على تأييد من أكثر من طرف لإنجاز مهمتها الموجهة ضد السلام في اليمن اتفاق السلم والشراكة أحد الشواهد السيئة على إمكانية توظيف خيادية الأمم المتحدة وأهداف السلام التي تسعى إلى تحقيقها في إنجاز أهداف أخرى لا علاقة لها بالسلام فهذا الاتفاق وقع في مساء الحادي والعشرين من سبتمبر الأسود من عام 2014 بعد أن أنهت ميليشيا الحوثي سيطراتها على مدينة صنعاء بدعم وإسناد وتواطئ من الحاميات العسكرية للعاصمة وعلى نحو يثير الدهشة والاستغراب والاستهجان بدر المجتمع الدولي والإقليمي إلى الترحيب بهذا الاتفاق الذي منح الميليشيا مكافأة مجزية هي الهيمنة على الدولة وأنهى عمليا مفاعل السلطة الانتقالية التي باتت بكل رموزها تحت التهديد المباشر لسلاح الميليشيا لم تكف الأمم المتحدة والرعاة الدوليون عن التبشير بمعجزة تحقيق السلام في اليمن ولكن تدخلها لتحقيق هذه الغاية دائما ما كان يأتي كلما لاحت الفرصة لاستعادة السلام بالانتصار على الميليشيا في مسعى وصفه المراقبون بأنه مفضوح لإبقاء هذه الميليشيا جزءا مؤثرا في بنيان الدولة وتكريس منطق المحاصصة السياسية من جنيف إلى الكويت فشلت كل جولات المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة وسقطت كل المشاريع التي صممتها هذه المنظمة لإنهاء الحرب في اليمن وجزء مهم من أسباب ذلك الفشل يعود إلى عدم وضوح أهداف الأمم المتحدة والقوى الدولية بل وتصادم هذه الأهداف وحدهم هؤلاء الرجال سيرسخون بزنادهم ودمائهم وتضحياتهم الأسس الراسخة لسلام مستدام في اليمن ولوطن يستحق أن يعيش فيه كل اليمنيين على قدم المساواة ويمحون من تاريخه كل النقاط السوداء بما فيها الأكثر سوادا الواحد والعشرون من سبتمبر 2014 ترجمة نانسي قنقر